اشتركوا في القناة لا عن وهب الأعضاء وكمان كل التقنيات الجديدة بهالإطار خبرنا شوي بالبداية لليوم بعد شغلكم يعني شغل صار له كذا سنة وين صرنا بثقافة وهب الأعضاء في لبنان أنا بعتبر أنه كتير تقدمت هالثقافة وهب الأعضاء في لبنان يعني من كم سنة كنا وقت المنسقين يحكوا مع الأهل عن وهب أعضاء يضموا خايفين أنه يكلوا قتلي بالوقت الحاضر صاروا الأهل وعيين للموضوع وصار موقفهم أكثر أنه اعتزاري من ما هو هجومي حقيقة بما يتعلق بواب الأعضاء ولكن بعد عنا هالتحفظ هالثقافة بعد ما حقيقة اكتملت وله السبب نحن نقوم بهالحملات وعملين هالمؤتمر وهالحملة هي كانت على مرحلتين أول مرحلة كانت بشباط ولأ في مرحلة بأيار المرحلة الثانية لهالحملة وهب الأعضاء الحملة شو بتتضمن يعني على الأرض كيف تكونوا عم تشتغلوا بحملة من هالنوع الحملة الأولينية كانت فيه هالبوسترز اللي توزعوا وما كان هلأني صار فيه سبوتس على التلفزيون ورح يكون فيه بيلبوتز بالبلد وفيه هالمؤتمر الأيمن فيه اللي مشتركين فيه عدة دول ومشاركين من عدة دول مجاورة ورح نحكي فيه عن أهمية وهب الأعضاء وآخر تقنيات عم بيتوصل له واحد لا يزيد عدد الأعضاء الموجوبة منحكي عن الموضوع بلشت إلنا أنه هالثقافة تفوت على مجتمعنا عم نشوف كنا هلأ بالبوستر كذا ورجو بنعرفه كتير منيح كمان عم بيشهدوا للموضوع ويشجعوا عليه ولكن بيبقى أنه وقت يعني وقت المشكل وقت الصعوبة وقت الموت وقت كتير رهيب وكتير صعب والوصول إلى أهل المتوفي شغلي منى هنا بوقت بيكون وقت مأساة البطاقة بطاقة وهب الأعضاء قد هي مهمة هون ولليوم قد هي عم تقدر تكون يعني موزعة وموجودة ومحترمة البطاقة موجودة لكل شخص بيرغب أنه يقدم أعضاء ومهم كتير بس أن يكون حاكب الموضوع مع أهله وخبرهم عنه لأنه هذا كتير بيساحلون القرار ووقت مثل ما قلت بيكون الحالة حقيقة مأساوية ومش بسهولة في واحد يفتح الموضوع مهم كتير كمان أن يكون الجسد والطبي مدرب وعرف كيف يحيط العيلة بيحكي معه ويجب له سيرة هالموضوع من دون ما يجرحها بالوقت بالوقت اللي رح نكون حقيقة بحاجة لها الأعضاء في كتير مرضى بحاجة للأعضاء نحن دائما بنقول أنه العجوبة مش أنه نزرع العدو العجوبة أنه نقدر نوجد هالعدو اللي حقيقة بحاجة ما يسلق له إذا بدنا نساعد كل المرضى الناطرين وهني بحاجة مؤتمر بمتربونتين أوتل بالهيلتون سن الفيل رح يكون موجه للإختصاصيين للإختصاصيين وللمنسقين لعموم الأطباء مش بالضروري يكون مختص بموضوعها بالعضاء وآخر يوم في تكريم للوهبين آخر بعد الظهر يعني في حفلة تكريم وصلاة عن نفس المتعفين ورح تكون صلاة جمعية عامين فيها مشيخ ورجال دين من طواقف إسلامية ومساعية شو رح يتضمن لكن المؤتمر شو الجديد اللي رح يضيفه هل نحن يعني التقنيات عندنا غير مكتملة في لبنان فيه تقنية استصال الأعضاء بعد توقف القلب اللي منه بعد متوفرة في لبنان وأول نهار السابق المؤتمر فيه فريق إسباني رح يجي يدرب ويعلم على هالطريقة هذي لنقدر بالأملية ندخلها بطرقنا أنه نقدر نستقص الأعضاء بركي بيزيد أكتر العدد العداء الفرعي نحن نعرف أنه استقصال الأعضاء بيكون إذا فيه توقف دماغي يعني بتكون وزائف الجسم بعدها سليمة وعم تشتغل والقلب بعدها عم ينبض للأعضاء لازم أنه تكون الدورة الدموية بعدها سارية لا يقدر يستقص لهم بعد توقف الدورة الدموية بالوقت الحاضر بلبنان ما قادر نستقصر إلا أنسجي بهالطرق الجديدة ممكن نقدر نحصل كمان على بعض الأعضاء أكيد ما رح نقدر نحصل على القلب يعني ممكن يعني إعادة إنعاشة خلال يعني بلك أول فترة بالطرق اللي رح يعلمون عليها كيف نكمل إنعاشة الأعضاء لنقدر نستقص لها بعد توقف القلب والدورة الدموية اللي ممكن يكون أسهل على الناس أنه يتفهموا من توقف وظائف الرأس فإذا اليوم ما قادرين أنه نكون عم يكون عندنا زرع أعضاء إذا كان الواهب موجود زرع أعضاء بطريقة سليمة وبطريقة مكفولة وكتير نجحة ونجحة يعني اللي عم بيزرعوا كله نسمة نجاحهم أول سنة بتقارب التسعين بالمية وهالكلوة رح تخدمون سنين فوق الخمسة عشر سنة يعني حقيقة بتحريز ما بعرف مين في أمن إن رحيش خمسة عشر سنة بس اللي عم بيزرعوا كله عم بتخدمون هالكلوة خمسة عشر سنة في عنا ناس زرعين قلب سرعون خمسة عشر سنة زرعين قلب وكبت أكتر كمان وهب الأعضاء زراعة الأعضاء فيه أوانين بتحمي أو بتشرع هالموضوع أكيد فيه أوانين وعم نحاول نستكملها الأوانين وحاليا عم تطبق بطرق كثير صارمة وبشكل أنه يكون الوهب حقيقتان شفاف وبالطريقة سليمة وما فيه أكيد متاجرة ولا شيء بهالموضوع ويكون التوزيع بشكل محق وكل واحد يوصله دوره بالوقت المناسب فإذا دعوة لكل الناس يكونوا أول شيء صريحين مع بعضهم لأنه هالموضوع يعني ما منحب كتير نحكي فيه لأنه طبعا موضوع صعب أنك تحكي أنه لما بروح شو رح تعمله ولكن موضوع كتير مهم ما أنه بيخلي أشخاص تنين يكونوا عايشين وبيبقى أنه نحن معنا أي كونترول أو أي قدرة على تقرير مصيرنا أو حياتنا أو أي ساعة وقت الرحيل فهون كل هذه يعني حتى اللي تقدر تدخل بعقل المجتمع ما أنا شغلة هين عليكم كمان مضبوط بس هو الحقيقة وقت الواحد بيواجه هالمشكلة أو بيعرف أنه في حدا من أصحابه أو من عيلته بهالمشكلة ساعتها حقيقة بيستحق وبيفهم ضرورة الوهاب لأعضاء اللي حقيقة على كل حال رحين على التلف إذا قدر حدا نستفيد منه بيكون عم بي نوع من التعزي أنه ما راح الموت دعان في ناس يستفيدوا منه بروفسور كتا عم تقلي قبل شوية حتى يعني أهل الشخص يلي بيكون متوفي ممكن تكون هيده مواسات لألون بطريقة أو بأخرى تعزي لأنه ما صار هالموت ما راح دعان يعني وفي كتير عيال ما وهبوا وإجوا بعدين تلفنوا واعتذروا أنه هني ندمنين كيف ما وهبوا بس اللي صار صار في ست بتقول أنه هي زالينة ليش أخدت معها ثلاث آي اللي قررت أن تقول إيه كان مفروض فيها تقول إيه فورا أنه ليش تفكرت بالموضوع يعني كمان مش ملام الشخص لا يقدر أول شيء أول خبرية يعني يعني القبول الرحيل قبول الموت منه شغلة هيني يعني الحكي عنه هيني بس وقت الفعل صار أصعب كتير طبعا طبعا صعب ولكن كمان أصعب وأصعب مثل ما عم تقول لبروفيسور أنه يكون راح يعني دعانه هالأعداء ما قدرت فادة أشخاص تانين كمان حياتهم كتير عم تكون صعبة أكيد أو صعبة أو مستحيلة يعني اليوم الطلب كتير كبير على كل الأعضاء أو فيه أعضاء يعني أكثر من غيرها كل ما ناس عرفوا أنه في قضية وهب أعضاء وفيه لجنة واختصرة وهب الأعضاء كل ما راح يزيد الطلب يعني بعد هالحملات اللي عم نعملها مش بس عم بزيد عدد الوهبين عم بزيد كمان عدد الناس اللي بحاجة للأعضاء هلأ أني في عنا حوالي أربع مئة شخص مسجلين اسمهم أنه هني بحاجة لزرع كلي فيه تلتين أربعين بدون قلب وقدون تقريبا بدون كبد وهول كلهم حقيقة ما قادرين بالوقت الحاضر أنه نأمنهم هالأعضاء لأنه الناس ما في عندها بعد هالسقافة في التواب العظام أدي عندكم داتا كنود كهيئة يعني أدي عندكم داتا بتقلكم أنه في أشخاص مثلا نعبوا هالبطاقة فيه بالوقت الحاضر 9000 شخص عبوا البطاقة عندكم يهون يعني بيكون عندكم أسماء مستشفيات مثلا قادرة توصل لهم يعني قادرة إذا وصل لعنده شخص متوفي تنبش وتلاقي ضغرق إذا كان هو موافق ولا لا وقت اللي بيصير الموت اللي بتوقف وظائف الدماء هني عم بيخابرونا ونحن منقل لهم إذا الاسم موجود عندنا المستشفيات ما بتعرف مين واهب مش مين واهب هاي دي ضروري ليطامنوا بالون الناس إنه مش لأنه مضيوا بطاقة واهب ما رح يهتموا فيه مني حيدي شي ما قالوا على هذا الموضوع أكيد رح يكون تطبيبهم والهم الوحيد وقت اللي بيوصل على المستشفى إنه يحاولوا يخلصوا حياتهم إذا صار فشل ما بدنا نقول إنه ساعتها راحوا كل الأعضاء دي عام حدا نستفيد منهم بس ما بيعرفوا مين ماضي هالكارت إلا ما تحصل ويتصفينها ويعرفوا الموضوع استضفنا لهيه أكتر من مرة ببرنامجنا والسنة الماضية عملنا نهار كامل لوهب الأعضاء ولا الحث على وهب الأعضاء كان اللافت بشهدات يلي أخذنيها من أشخاص يلي يعني قبلوا إنه أحد أفراد عائلتهم يلي بيكون رحل يعني كمان الجسد ما يروح دعان ويكونوا عم يقدروا يفيدوا أشخاص ثانين شهدات كتير كانت يعني مؤثرة وحلوة وعم بتزيد وعم بيزداد حقيقة كتير مؤثرة كاي أو نفسيا أنتم بعد خبرتكن يعني نفسيا الشخص الواهب أو العائلة الواهبة منيح أنه تعرف لمين وهبك هالأعضاء لا مش منيح وهيدي ممنوع بلأنه اللبناني ممنوع عالميا بيعتبروا أنه إذا عرف أنه قلب الفخير بعده عايش بحدا أو كلاوي ما بيقدروا يكملوا عملية الحداد نعم بيعتبروا أنه ساعتها بيصير مثل خطف الولد وما أنه عارف إذا بعده عايش ميت فأفضل بكتير أنه ما يعرفوا مين أخذ في عنا عائلة على الأربعين رح لأخذ القلب بطريقة من الطرق لبناني الصغير أوين بنعرف عرف من مين أخذ القلبه ورح على التعذيب الأول استقبلوا كتير منيه بس مرته للرجال بعده لأهلأ عم تتعالج لهذا الموضوع لأنه ما قدرت تخطط قضية هالصدمة اللي صدمتها مع أنه صلى خمسة سنين العملية بعد كل يعني اللي نحكى وضرورة وهب الأعضاء ما نغلط غلطة أنه يكونوا الأشخاص عندهم خبر أو يكونوا عندهم الحشرية كمان يعرفوا لمن راح لا الناس يعرفوا لأوين راحوا الأعضاء ولا المتلقين يعرفوا من أخذهم لأنه هن كمان بصير عندهم عائدة الزنب كيف بدون يكيفوه لحد أن أعطاء قلب شو الإمكانية شو بدون يعمل لك كيفوه بحقيقة مرحيل أكيد بروفيسور أنطون ستيفاني إب رئيس الهيئة الوطنية لوهب وزراء الأعضاء والأنسي جي أهلا وسهلا فيك مؤتمر فإذن لا الهيئة بين 14 إلى 16 الشهر أكيد راح يخلينا نكون بعد على تطور أكتر بهالإطار شكرا لك شكرا لك مرسي وفي هلأ مرشدين نرجع منتابعنا نحن وياكم ألايف مع واتسانين تيفي خليكم معنا